تصعيد جديد تشهده مناطق عدة في الشمال السوري وحديث عن احتمال اطلاق عملية عسكرية تركية جديدة في المنطقة بعد مقتل جنديين تركيين بصاروخ موجه أطلقته السبت ميليشيات قصد الكردية باتجاه آلية عسكرية تركية أثناء توجهها إلى قاعدة في منطقة درع الفرات وفي رد من أنقرة على الهجوم استهدفت المدفعية التركية مواقع لميليشيات قصد على عدة محاور في ريف حلب الشمالي والشرقي بالتزامن مع نشوب معارك قرب مدينة منبج بين مسلح الميليشيات ومقاتل الجيش الوطني الذي يمثل المعارضة السورية والمتحالف مع تركيا بالطبع فإن الهجوم ليس الأول ضد القوات التركية في الشمال السوري غير أن تكرار الهجمات وسقوط الضحايا قد يدفع أنقرة بحسب مراقبين إلى شن عملية عسكرية محدودة في بعض مناطق الشمال السوري لحسم الأمر وإبعاد الدوريات التركية عن مرمى القذائف الصاروخية التي يطلقها مسلح الميليشيات الكردية بين الفينة والأخرى على الرغم من المعارضة المحتملة لهذه العملية من جانب الولايات المتحدة المتحالفة مع ميليشيات قصد غير أن ثم تتحديات أخرى تواجه القوات التركية وربما تعقد من الحسابات المتعلقة بعملية عسكرية جديدة فقوات النظام السوري والقوات الروسية الداعمة لها صعدت مؤخرا من استهداف مدينة إدلب ومحيطها ما خلف عشرات المدنيين بين قتيل وجريح كما أن موسكو برغم ذلك اتهمت هيئة تحرير الشام بخرق اتفاق وقف إطلاق النار عشرات المرات في منطقة خفض التصعيد في إدلب ما يؤشر إلى نية الروسية لتصعيد جديد في المحافظة في المحصلة يبقى باب الاحتمالات مفتوحا على تصعيد عسكري يرجح أن يكون تركيا بالنظر إلى التجاذبات السياسية وتقابل المصالح بين الفرقاء على الساحة السورية ترجمة نانسي قنقر